يعد 23 نائباً سابقاً تجربة الترشح مرة أخرى في انتخابات مجلس الأمة المزمع إقامتها في الأول من ديسمبر القادم ومن بين هؤلاء النواب نائبتان هما معصومة لمباركوسل والجسار كما يخوض تجربة الانتخابية ثلاثة من نواب مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية يخوض 23 نائباً سابقاً انتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012 كمرشحين فيها عن الدوائر الخمس وحلت الدوائر الأولى والثانية والرابعة في مقدمة الدوائر التي ترشح فيها النواب السابقون فيما حلت الدائرة الخامسة بأقل نسبة بمرشحين اثنين فقط الدائرة الأولى ترشح فيها كل من عضو التحالف الإسلامي الوطني عدن سيد عبد الصمد وسيد يوسف الزلزل وفيصل لدويسان وصالح عاشور وسيد حسين القلاف إضافة للنائبة السابقة مع صومة المبارك أما الدائرة الثانية والتي حلت متساوية مع الدائرتين الأولى والرابعة ترشح فيها كل من أحمد لاري والذي قير دائرته الانتخابية بعد مرسوم تعديل الأصوات وخلف دميثير لعنزي وعلي الراشد وعدنان المطوع وراشد لهبيذا الذي لم يحالفه الحظ في آخر دورتين انتخابيتين إضافة للنائبة السابقة سلوى الجسار الدائرة الثالثة والتي حظيت في هذه الانتخابات بمرشحين غير دائرتهما الانتخابية هما سعدون حمد اعتيب القادم من الخامسة وأحمد لمليف القادم من الأولى فيما كان الثالث هو النائب السابق علي العمير وهو ممثل سابق للدائرة الثالثة شهدت الدائرة الرابعة عودة ستة من النواب السابقين أربعة منهم ممثلين عن قبيلة الرشايدة وهم مبارك الخرينج وناصر لدولة وسعد الخنفور وبراك النون وكان ترشح في الدائرة الرابعة أيضا عسكر لعنزي فضلا عن ممثل حركة الدستورية الإسلامية السابق إخضير لعنزي والتي أعلنت الحركة فصله بعد ترشحه في هذه الانتخابات النائبان السابقان خالد العدوى وعصام الدبوس هم المرشحان فقط الذين سبق لهما تمثيل الدائرة الخامسة وبذلك تكون هذه الدائرة هي الأقل ترشحا من النواب السابقين أما نواب مجلس الأمة 2012 المبطل تقدم ثلاثة منهم فقط لهذه الانتخابات فترشح عبد الحميد دشري عن الدائرة الأولى وترشح كل من نبي للفضل محمد لجواهل عن الدائرة الثالثة